اشتركوا في القناة ونتيجة لهذا التصنيف تم ترقية البلاد من الجيل الثاني لتنظيم الاتصالات إلى الجيل الثالث في قائمة الدول الأكثر تحسنا تزامنا مع انطلاق الجولة الثانية من الحوار الليبي الليبي استكمالا للجولات السابقة التي احتضنتها تونس هددت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بفرض عقوبات على أي جهة عرقل الاتفاق الليبي الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول ديسمبر 2021